من طبيعة الأطفال أنهم إذا أخذوا مع أهليهم إلى الأسواق أو إلى بعض الملاهي يختاروا بعض الألعاب التي تناسبهم وقد لا نستغرب أن يكون الطفل الصغير يحب مثلاً كرة ملونة حتى لو كانت بأقل الأثمن هذا الشيء الذي يعجب به لكن أن نجد مثلاً إنسان كبير جداً وعنده من درجات العقل والوعي يعجب بأشياء للأطفال لا تناسبه أو أن هذا الطفل الصغير يمكن أن يعجب بأشياء كبيرة لا يستوعب ولا يفهمها هذا الأمر الذي لا يمكن أن يدخل في عقل الإنسان الفتاة كذلك هناك أشياء تعجب بها هي من الغرابة بمكان يعني ليست من طبيعة الفتاة أنها مثلاً تعجب بفتاة إلى درجة الولى ودرجة السؤال المتكرر وأحياناً تتصل عليها أكثر من اتصال الزوج على زوجته وأحياناً أخرى تضع بعض المواصفات أشكال على وجهها حتى تجلب أطراف معينة وحتى تحاول أن تغري بعض زميلاتها يعني ممكن الفتاة تميل إلى فتاة يعني وإن كان هذا خطأ هذا شيء ممكن يكون كثير في الحياة لكن أن تكون الفتاة تحاول أن تجلب فتاة أخرى ببعض وسائل الإعجاب هذا الأمر الغريب في حيات الفتاة طبعاً من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الفتاة في هذا المأزق وإن كانت تحاول أن تخرج منه هو السن والعمر الذي تعيشه يعني هذه الفتاة تمر بمتقلبات في الحياة ببعض التغيرات فأظن أنه في السن الذي تعيش فيه يمكن من خلاله أن تعبر عن مشاعرها وعن أحاسيسها ولو كان هناك طرف من الأطراف يجلبها بالكلمات وبالأحاسيس وبالمشاعر أو بما لا تجده في البيت يمكن أن تتجه إليه مباشرة فأحياناً مرحلة السن هي مرحلة خطأ ولذلك لما تكبر البنت وتعيش مرحلة أحسن وأفضل تكتشف أن الحالة التي كانت فيها خطأ ما كانت تأكل ما كانت تشرب اتصالات كثيرة جداً محاولة للسؤال عن كل صغيرة وكبيرة تدرك من خلال الحياة التي عاشتها أنها كانت في واقع خطأ إذن السن لا يمكن أن يتجاوزها الإنسان إلا إذا تم التوعيته بطريقة الصحيحة من العوامل كذلك أنها لا تعيش حياة النجاح دائماً الفتيات المعجبات بشابات أمثالهم هن فتيات لا يعيشن النجاح بمعنى أنها ما عندها مشروع تنجح فيه ما عندها شيء مستوى دراسي راقي تفكر فيه ما عندها أمل تأمل فيه عندها شيء ناجح تحاول أن تصل إليها لفتاة التي تعجب بالقدرات وبالطاقات أما الفتاة التي لا تفكر إلا بحركة البنت وباللباس البنت وبشكل البنت وبنظراتها وتغيرات حتى حركة شفتيها هذه بنت لا تعيش أي مرحل من مراحل النجاح من الأسباب كذلك أن البيئة التي تعيش فيها هذه البنت هي بيئة بعيدة عن أجواء العمل والإنتاج والجهد كم من الناس الذين نجحوا في الحياة من قبل الصنف النسوي هم فتيات في الحقيقة كان عندهم مشاريع ناجحة فتيات البيئة كلها التي تحيط بهم نحو الإنتاج والجهد أما مسكينة هذه الفتاة يعني لا بيئة ناجحة لا عندها مشروع ورسالة ورؤية واضحة وفي نفس الوقت يعني مشغولة في سن تافيها وفي سن صغيرة هذه التي يمكن أن تشغل عمرها بما لا ينفع الفتاة الناجحة البنت اللي تستطيع أن تنجح في مسيرة تفكيرها ومسيرة نفسيتها هي التي تؤمن بما وهبها الله سبحانه وتعالى من قدرات ولذلك النصيحة الغالية هي التي تقول ارضى بما فيك لأن ما فيك قل من يعرفه فيك أرحب فيكم مرة أخرى عزائل مشاهدين عندنا اليوم زي ما قالت زمينتي ضحى فقرة كريزما اللي حتكون عن أداب المائدة فنطلع نشوف الكريزما ونرجع اليوم بكريزما رح نحكي عن إيتيكات المائدة وطريقة ترتيبها مع الأستاذة مرباديا السلام عليكم أستاذ مرباديا سلامت الله وبركاته أهلا وسهلا كيف ترتينا كيف ترتيب المائدة طيب إحنا اليوم حناخد تنسيق المائدة الرسمية لو أنت معزومة في أو أنت رايحة على مطعم خمسة نجوم أو معزومة في حفلة رسمية فهنشوف كيف حيكون ترتيب المائدة اللي موجود أو لو أنت تبتعمل عندك حفلة رسمية أول حاجة عندنا حاجة اسمها القاعدة اللي نحطها تحت الأطباق إذا كان فيها أي ورود ولا أي شيء لازم تكون مواجهة للشخص اللي جالس ما تكون في اتجاه آخر رسمة الوردة بعدين دي إذا كانت دائرية أو مستطيلة على حسب أنواع الأطباق اللي عندنا إذا كان الأطباق دائري يمكن نستخدم دائري يمكن نستخدم المستطيل والمستطيل هو المتعارف عليه بالذات إذا كانت الطاولة مستطيلة إذا كانت الطاولة دائرية الأفضل نستعمل الدائرية فقاعدة الأطباق لازم تكون على طول مع حد الطاولة إذا ما أنت شايفة كده بالضبط مع حد الطاولة بعدين عندنا حنافض الأطباق الطبق الرئيسي برضو الطبق الرئيسي إذا كان فيه رسمة معينة لازم تكون مواجهة للشخص سواء كانت كده أو كانت كده فالرسمة اللي عندنا دي بتمجي على كل الاتجاهات دي لازم تكون فيه منتصف قاعدة الأطباق وبالضبط قدام الكرسي اللي قاعد عليه الشخص الضيف تكون فيه المنتصف بعدين عندنا الطبق الصغير هذا ده طبق خاص بالخبز نحط فيه الخبز دائما يكون على يسار الشخص الجالس وبرضو نفس الاتجاه الرسمة لازم يكون نفس الاتجاه عندنا نستعمالنا للأدوات الماعدة عندنا طبق للشربة عادة طبق الشربة ما يقدم لوحده ينحط كده لازم يكون فيه تحت قاعدة نفس القاعدة يتخذ ممكن أنا حطه بالطريقة هادي بعد الأكل بعد ما تخلص الشربة بيتشال الطبقين قصدي مع بعض عندنا حنشوف عندنا طبق صغير هذا الطبق خاص بالزبدة حنستخدم أدوات المائدة ده حين حنشوف عندنا شوكة كبيرة وشوكة صغيرة وعندنا سكينة كبيرة وسكينة صغيرة وعندنا شوكة وملعقة للحلة دائماً إحنا الشوكة بتنحط في اليمين الشوكة في اليسار والسكينة في اليمين الوجبة المكونة عندي أنا عندي خمسة أطباق في الوجبة دي عندي شربة وعندي سلطة وعندي طبق لحمة وعندي طبق فراخ استخدامي لأدوات المائدة عدتني من الخارج إلى الداخل اللي ببدأ فيها أول بيكون بالخارج اللي ببدأ فيها أول بيكون بالخارج طيب أنا عندي مثلا حاكل الفراخ آخر شي فبالتالي السكينة والشوكة حقيتها تكون أول شي سكينة في اليمين والشوكة في اليسار تكون هنا أول يعني آخر حاجة المسافة اللي بين الطربيزة والشوكة والسكينة أو الشوكة لازم تكون واحد إنش يعني ما تكون كده مرة قريبة وتكون مرة بعيدة وبرضو لازم نراعي إنها تكون على خط مستقيم واحد هذه وجبة الفراخ عندي وجبة لحمة والسكينة لازم نتخلي بالنا إنه النص الحق السكينة دائما يكون على جوبه هادي عندنا عندنا بوفتيك لحم مثلا نقول حتيجي بعدها يعني هادي رقم الاثنين في الأكل طب سؤال بالموضوع هلا بأتي كتب نعرف أنه السكين باليمين والشوكة باليسار بس مثلا إحنا كمسلمين ناكل باليمين فهل بينفع نقلبها نخلص شوكة إحنا في حين باس أخلص ده حقول لك عندنا طريقتين في استعمالنا للأكل في طريقة اسمها الزكزاك حوريك هي كيف بطريقة سريعة طيب أنا عندي شربة قلت الشربة ستنحط في اليمين أول شيء بعدين عندنا سلطة السلطة هادي الشوكة أصغر من الشوكة العادية دي شوكة كبيرة ودي شوكة صغيرة فبالتالي حتكون هنا طيب عندنا سكينة أصغر من السكينة العادية دي في فرق في المسافة دي السكينة خاصة بالزبدة تنحط عادة على الطلبة الصغيرة عندنا ملعقة وشوكة صغيرة طيب أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم فإن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا كمان بموضوعنا لليوم بس عني خبر قبل ما ننتهي الحق الجاية إن شاء الله الأسبوع القادم حيكون 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 إعلان أسماء الفائزين في مسابقة لبسنا الخاتم اللي نظمتها الفرق الشبابية التابعة لنظمة فور شباب علمنا بأنه استقبال الإجابات لازال مفتوحة لنا فإن شاء الله موعدنا إن شاء الله على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيلة على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيلة على طريق فرح نحكي حكاية حملنا الليلة حكاية عمض وحبي في رينات الفاصيلة قصص ويام عشناها تعبها وفرحها حلوين نعيش اليوم ذكراها سنين وكانها يومين قصص ويام عشناها تعبها وفرحها حلوين نعيش اليوم ذكراها سنين وكانها يومين على طريق فرح نحكي حكاية حملنا الليلة حكاية عمض وحبي في رينات الفاصيلة على طريق فرح نحكي حكاية حملنا الليلة حكاية عمض وحبي في رينات الفاصيلة معلمنا شكرا